الدين مخترم والحق مهتضم وفيء آل رسول الله مقتسم والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاة ولا شاءة ولا نعم إني أبيت قليل النوم أرقني ليل تصارع فيه الهم والهمم وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل فيها الظالم الأثم لا يطغين بن العباس ملكهم بن علي مواليهم وإن رغموا أتفخرون عليهم لا أبا لكم حتى كأن رسول الله جدكم وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدم خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم السؤال وعمالين إن علموا لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يحيدون طور الحق إن حكموا تبدو التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضى إن أنصف الحكم الحديث عن الفترة التي عاشها إمامنا الأسكري صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل ومن المفترض أن الأمارات والعلامات والواقع الذي تعيشه الأمة يكشف عن مستوى من الضعف بلغت له الدولة في كل مؤسساتها وكما يقول الأمير أبي فراس الحمداني يقول والأمر تملكه النسوان والخدم يعني وجود الخليفة موجود صوري لا قيمة له الأتراك هم الذين يتلاعبون بالقرار السياسي إجري عملية استقرار للمدد التي عاشها الخلفاء هذا الخليفة أو ذاك على كرسي الحكم ربما يطول لسنة أو أقل أو عدة أشهر فقط ثم يقال انقلابات من هذا النوع الجواري والخدم والمغنين هم الذين نعم وهذا كان سبب في سقوط الدولة العباسية لأن عندما جاءه لاكو وغزل العراق في أقل من لمح البصر أخذ كل شيء وهذا يكشف عن ضعف الدولة فعلا ولكن فيما يتعلق بأهل البيت كان الأمر في أشد حالاته من الصعوبة بحيث أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول لشيعته إذا مررتم علي في الطريق فلا تسلموا علي فإنا في مصر سوء وبلد سوء هذا الوضع الذي لم يكن ليحدث في أيام الإمام الصادق أو الباقر أو الكاظم أو غيره أن يجرم الإنسان لمجرد أن ألقى التحية على إمامه أو أبدى شيء من الانتماء والارتباط بهذا الإمام هذا لم يحدث في كل الأزمنة على الرغم من الظلم الذي حدث على إمة أهل البيت من السجون والمطاردات والاعتقالات وغيرها إلا أنه لم يصل إلى هذا الحال لا تسلموا علي فإنا في مصر سوء وبلد سوء كيف تعاطى الإمام مع هذه الظروف الصعبة اللي كان وكلاء الإمام عندما يريدون التواصل معه يجدون غاية من الصعوبة إذا سامع بالزيات أو السمان هذا كبير وكلاء الإمام ومع ذلك كان في حاجة يوم اللي يريد يوصل الحق الشرعي للإمام في سام الراء أن يتظاهر بأنه يريد أن يبيع الزيت أو السمن ويضع الأموال كلها في تلك الأواني ويأتي إلى سر مراء ربما يكون يحتاج إلى أكثر من واسطة حتى يصل بهذا المال إلى الإمام المعصوم لطيف في هذا شاهد ذكره الشيخ باقر شريف القرشي عندما تحدث عن كتاب تفسير الإمام الحسن العسكري لأن هذا الكتاب كتاب معروف يعني موجود إلى الآن اسمه تفسير الإمام الحسن العسكري هذا في نسبته للإمام يختلف فقهاؤنا بين من يقول بصحة هذه النسبة وبين من ينفيه سيد الخوئي مثلا شريف القرشي شيخ باقر شريف القرشي ينفيان نسبة هذا التفسير للإمام بينما الشيخ الكليني والآغب وزرق الطهراني وغيره من العلماء والحر العاملي يقولون بأنه لا بأس بنسبة هذا التفسير للإمام المعصوم من ضمن الأسباب التي يتكع عليها السيد الخوئي والشيخ باقر شريف القرشي فيما يخص هذا التفسير يقول أن الرواية التي تؤسس لهذا الكتاب لا يمكن استيعابها وتصديقها كيف؟ يقول رجل من اليمن من شيعة أهل البيت جاء بولديه إلى سر مرأة وجعلهما وديعة عند الإمام وكان في وضع في اليمن هناك يعني أخذ اغتصبت منه أغنامه وأمواله أجاب أولاده حتى يحفظهم في سام الرأة فصار يترددان على الإمام في كل يوم وهو يلقي عليهما هذا التفسير لمدة سنة كاملة يقول الشيخ باقر شريف القرشي وضع الإمام أصلا ما يسمح بوجود أناس يعني يرتادون الإمام ويتكررون الدخول عليه يوميا إذا هو يقول لا تسلموا عليه فإنا في مصر سوء إقامة جبرية على الإمام في سر مرأة لم يخرج منها في بعض الروايات أنه ولد في سام الرأة وتوفي في سام الرأة ولم يخرج منها إلى غيره طيب كيف يتسنى لأشخاص أن يترددوا على دار الإمام وكأن الأمور طبيعية جدا ويصلون إليه ويسمعون من ثم يرون عنه هذا التفسير أي من ضمن الإشكالات طبعا إضافة إلى قولهم بأنه مادة ومتن هذا التفسير فيه ركة وفيه ضعف بحيث لا يمكن نسبته للإمام المعصوب مو كلامنا هذا كلامنا في أنه ضرف الإمام كان لا يسمح باتصال الناسبة أو الاختلاف إليه طيب كيف أدى دوره في هذه المرحلة وهو يعيش هذه الظروف الصعبة؟ مجبر على زيارة البلاط العباسي كل يوم اثنين ويوم خميس مجبر على الإقامة في سامراء لا يخرج من حدودها بعد مرصد الحركة أي واحد يريد تواصلوا إياه زيارة أو كتابة أو كذا ممنوع دعونا نفتش في سيرة الإمام سلام الله عليه وكيف أنه استطاع أن يؤدي دوره في هذه المراحل الصعبة أولا الدور التثقيفي أو خلنا نسميه الدور التصحيحي لا شك ولا ريب أن الأمة طرأت عليها أمور تتعلق بالجانب العقائد خصوصا مع وجود المتكلمين تكلمين لهم اللي يتكلمون في الجانب العقائد بين الجبر والتفويض وبين خلق القرآن وقدم القرآن وغيرها من هالمسائل من ضمن الكتب التي شاعت قراءتها في تلك الفترة كتاب اسمه متناقضات القرآن لمن؟ لأبي إسحاق الكندي هذا جمع فيه آيات يقول أنها تتعارض مع بعضها كقوله تعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَقَوْلِهِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا فكيف يقول هنا أمكانية العدالة بين النساء وبين أن يقول لَنْ تَعْدِلُوا فمن أمثال نظائر هذه الآيات وضعها في كتاب أسماه متناقضات القرآن الإمام لكونه لا يستطيع أن يتصل به مباشرة اتصل به من خلال بعض طلابه اذهب إلى الكندي وقل له كذا وكذا 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 وجمع الإشكالات عليه مما حذى به أن يمزق الكتاب ويقوم بحرق كل أوراقه هذه عملية تصحيح صحيح الظروف ما تناسباً الإمام يذهب إليه بشكل مباشر ولكن تواصل معه من خلال هذا الطالب بعد أكو فكرة أيضاً نشأت وبدأ الضخ فيها من أيام خلنا نقول من أيام الإمام الصادق سلام الله عليه وهي مسألة خلق القرآن هل أن القرآن مخلوق محدث أو أنه قديم هذه مسألة كلامية البعض يقول الله عز وجل وذاته وصفاته على القدم وهذا ما يتوافق عليه الجميع يقول صفات الله عين ذاته الصفة هي الذات وليس شيئاً طارئاً على الذات فيقولوا ما دام الذاته قديمة فصفاته أيضاً قديمة خلنا نعطي تفصيل شوية حتى نعرف المصطلح القديم هو الذي لا يحتاج إلى عل في وجوده ولا عل في بقائه ولا عل في فنائه فعلته في ذاته بينما المحدث المخلوق يحتاج إلى علة في وجوده وعلة في بقائه وعل في فنائه وصفة القدم لا تنطبق إلا على الله وعلى صفاته فقط فيقولون صفاته عين ذاته وذاته قديمة إذن صفاته قديمة إيش يتقولون في القرآن بعضهم قالوا مثل الحنابلة قالوا القرآن هو علم الله وعلم الله عين ذاته وذاته قديمة إذن القرآن قديم إحنا نقول الله نفصل إحنا بين كلام الله وبين علم الله نتفق معكم صفاته وذاته قديم لكن كلامه مخلوق كيف لأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه ذكر محدث والمحدث من هو المخلوق فهو يصرح عن نفسه بأنه محدث هذا واحد وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن دليل على الخلقية أن يجي حكم ينسخ حكم آخر هذا دليل على الخلقية بعد يمثلون على هذا عندما جاء موسى إلى تلك النار طلع من مديان وإجه وصل إلى الوادي المقدس وجد تلك النار إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فذهب إلى تلك النار وإذا بصوت يخرج منها إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى شنو حقيقة هذا الصوت سغفر الله الله يتكلم من داخل يعني لا وإنما هو صوت خلقه الله ليكلم به موسى وإذا الكلام مخلوق يستشهدون على هذا أيضا بوجود الفترة بين السبب وبين النزول في الآيات القرآنية أنا يجي واحد يسأل عن مسألة يقول للنبي صلى الله عليه وآله انتظر حتى يأتي الوحي عاد الوحي يأخذ يوم يومين ثلاثة عشرة مو مشكل هذه اللي إجت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت له يا رسول الله إن قيس أو ثابت بن قيس زوجي ظاهرني يعني قال أنت عليك ظهر أمي وهذا من الإيقاعات المحرمة إذا الزوج يقول لزوجتها هذه الكلمة تحرم عليه مؤبدا هذا قبل الإسلام قبل الإسلام كانت تحرم عليه مؤبدا ما أدري ذاك اليوم هو متعب مرهق وتأخرت عن أكل ماله قال أنت عليك ظهر أمي جاءت هذه المرة يا رسول الله إن ثابت بن قيس قد ظاهرني قال لي أنت عليك ظهر أمي شوف لنحل ريد نرجع وقال إني أكره أن أكون من المتكلفين يا أمت الله انتظري حتى يأتي الوحي اليوم الثاني يجد في اليوم الثالث يجد في اليوم الرابع يجد عشرة أيام ثم بعد ذلك نزل الوحي الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا يلا كفر عن ظهارك وارجع إلى زوجتك شاهدنا أنه عشرة أيام بين السؤال وبين نزول الآية هذا ذليل على الخلقية أحمد بن حنبل يقول له القرآن قديم قدم الذات سو به المتوكل أو المعتمد واحد منهم ضربه مئة سوت وأصدر قرار إقامة جبرية في بيته ما يطلع بعض أتباعه ومريدوه ذولة بدل ما يصادم صاحب القرار يجي إلى منه عاد إلى ذولة اللي نفسون في الرأي الآخر سالت دماء وانتهكت أعراب وكفر الناس وصارت فتنة عظيمة جدا إجوا أهل البيت وعالجوا هذا الموضوع الإمام الهادي قال كلمته قال الله خالق كل شيء وما عداه مخلوق والقرآن عداه يعني القرآن مو هو الذات فإذا القرآن شيء والذات شيء آخر هذا يسمون الجواب العملي الجواب العملي إجا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وقال أيها الناس ما عليكم أن يكون القرآن مخلوق أو قديم يقول أنه أكو بعض القضايا الخلافية هي مجرد خلافات نظرية بين العلماء عملياً ما إلها أثر كيف يعني لأنه من يقول بأن القرآن قديم ومن يقول بأن القرآن محدث كلاهما يعتقد بأنه كتاب أحكمت آياته بأنه لا ريب فيه بأنه محفوظ من قبل الله بأنه المصدر الأول للتشريع فقهنا من عنده أخلاقنا من عنده عقائدنا من عنده إذا شنو الفارق يعني فليقل هذا بأن القرآن محدث وليقل ذاك بأن القرآن قديم نظرياً نعم أكو خلاف عملياً أكو شيء لا وهذا بين قوسين خلنا نضعه فيما يحدث هذه الأيام لو قرأنا بأن فقيهاً مثلاً على مستوى نقاش المسائل وتفاصيلها يقول مثلاً بأن الفئة الفلانية ظاهرها الإيمان والمسلمون هم على هذا بس في الجانب الفقهي يقول بطهارة المسلم يقول بأن يده أمار على التذكية بأنه يقول دمه حرام عرضه حرام كل شيء خلاص يعني هو فقهياً مرتب الموضوع على أنه أكو حالة من التعايش أكو حالة من الأخوة أكو حالة من الروابط التي لا يمكن أن تنفك فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو على الإسلام وما دام على الإسلام ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً بقية المناقشات النظرية اللي على طاولة البحث ممكن يختلف فيها هذا عالم الكلام هذا عن ذاك وما الذي يضير يعني كل المسائل الفقهية كل المسائل الكلامية وضعت على الطاولة ما ضر ذلك؟ عملياً كل الفقهاء يقولون كل من شهد الشهادتين فهو على الإسلام فهو طاهر يده أمار على التذكية ذبيحته حلال يجوز التزويج منه وله تهى الموضوع؟ يعني عملياً ما أكو شيء يستدعي كل هذا الذي يحدث شاهدنا فالإمام يقولهم ما عليكم أن يكون القرآن محدث أو قديم اتركوا هذا الموضوع ترى المستفيد من الخلافات بعض الجهات السياسية التي ممكن أن تستغلها الأوضاع لإرباك العلاقات الاجتماعية والدينية وإلا ما أحد مستفيد منها يعني وإنت يجري عملية استقراء لكل الفتن التي حدثت من أول الإسلام إلى اليوم قل لي من هو المستفيد؟ ماذا جنى المسلمون من هذه الخلافات؟ ماذا تحقق من مصبح عندما سفك الدم المسلم وانتهك عرض المسلم؟ ما لنا حاجة فيها الكلام الفارغ المهم فالإمام يقولهم بعض خلاص أوقفوا هذا الاجترار في مثل هذه المسألة ما عليكم أن يكون القرآن مخلوق أو غير مخلوق الإمام على الجهة بشكل عمل نجي على مسألة أخرى مهمة أيضاً وهي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حساب الأئمة هو الحادي عشر من الأئمة وهو يمثل الحلق ما قبل الأخير في مشروع الإمامة طيب وهذه الفترة هي فترة انتقالية بين فترة طويلة بدأت بعلي وانتهت بالإمام الحسن العسكري وفي هذه الفترة كان الناس يعرفون إمام زمانهم اسماً ورسماً يستطيع أن يتواصلوا إياه بشكل مباشر يجيه على بغداد يروح له على سامراء يروح له على المدينة يروح له على الكوفة يحضر بين يديه إذا ما كان هناك فسحة للقائه لا أقل وكلاء موجودين يونس بن عبد الرحمن هشام بن سالم زرارة فلان جابر وكلاء منتشرين في كل أسقاع الدنيا هذه المرحلة القادمة سيختلف الوضع تماماً بنسبة مئة وثمانين درجة فعلى هذه الأجيال الآتية أن تؤمن بوجود بوجود إمام غائب لم تره قط وأن تعتقد أن في عنقها بيعة له وعليها أن تجدد هذه البيعة ومن أنكر وجوده روايات تقول من أنكر القائم من آل محمد فكأنما أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وآله يعني الموضوع ما فيه فسحة أن تؤمن أو لا تؤمن أن تعتقد أو لا تعتقد لطيب كيف يهيأ للناس أن ينتقلوا من تلك المرحلة السابقة إلى المرحلة الجديدة نظرياً ما عدى مشكلة الروايات التي تحدثت عن الإمام المهدي ليس فقط في كتب المسلمين حتى في الزبور والإنجيل والتوراة كلها خبرت وبشرت عن هذا المنقذ العالمي تجي الروايات الإسلامية من أيام النبي صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن المهدي عن نسبه عن ولادته عن مدة بقائه عن علاماته عن عن إلى غيره ليس هناك حديث في الإسلام بشكل قاطع أقولها ليس هناك من حديث في الإسلام أكثر رواجاً من الروايات والنصوص التي تحدثت عن الإمام المهدي بشكل خاص إذن نظرياً نحن مجهزين معدين ولكن المشكلة في المرحلة العملية أكو فرق يعني؟ نعم أكو فرق أكو فرق بين الاعتقاد بالشيء والتفاعل مع الشيء خليني أقرب لك الفكرة أكثر الآن هل هناك مننا من يعتقد بعدم إمكانية خروج الإمام الحجة؟ لا في أحد الكل ينتظر هذا الخروج هل ظهور الإمام من المستحيلات العقلية؟ لا هل من المستحيلات الإمكانية؟ لا إذن هو ممكن أن يخرج إذا ما توفرت العلامة لو تصور داخل علينا الماتم واحدة الآن فقيه عظيم ورع تقي ما عهدنا منه إلا كل خير وجاءنا وصعد على المنبر وقال يا أهل الكورة أيها الطيبون أنتم تنتظرون الإمام سيخرج إن شاء الله في ليلة الجمعة القادمة ما هو هذا اللي خبرنا عنه منه؟ فقيه مؤمن ورع لكن ردات الفعل رايح تتفاوت واحد رايح يطلع من الماتم يقول يا جماعة لكلك جواد كبوة ويبدو أن صاحبنا كبا إذن هو ما يخبر عن شيء مستحيل عن شيء ممكن ونحن ننتظره وسيتحقق في يوم الأيام واحد رايح يقول ظاهر زهايمر يعني شنو الإمام رايح يطلع الجمعة الجاي يعني صاير به ومسخن زين واحد آخر رايح يقول لا أنا شايف أنه عند السفارة البريطانية يا جماعة إيش صار صار يعني هو يخبر عن شيء ممكن وقد يتحقق في أي وقت لماذا تتفاوت ردات الفعل بعد واحد آخر يقول يا جماعة خلينا ننتظر لم يقل لم يعدنا أنه سيخرج في يوم الجمعة ننتظر ليوم الجمعة وعندها يبان كذبه أو أنه مشتبه لا أقل أو هو صادق لماذا تعددت ردات الفعل مع أن الأمر ممكن غاية الإمكان نقول لأن الموضوع تحول من طوره النظري إلى الطور العملي عمليا روايات تقول إذا خرج القائم من آل محمد أنكره حتى شيعته ينكرون مذولة رايحين على مسجد السهلة ودعاء الفرج واللهم كل وليك ودعاء الندبة ودعاء العهد كل يوم يقروه روايات ما شاء الله منابر تشتغل عليهم 24 ساعة المهدي قال المهدي ينكرون نعم أكو فريق منهم لربما الروايات تشير إليهم أنهم في ظهر الكوفة إذا خرج الإمام يخرجون إليه ويقولون له اذهب يا ابن فاطمة من حيث أتيت فلا حاجة لنا فيك ليش الموضوع بعد يصادموا يا نعم مصالح خاصة مصالح كذا فالموضوع يختلف من طور النظري إلى الطور العملي طيب مثل هاي الفكرة الآن على الإمام الحسن العسكري أن يمهد الأجواء وأن يمهد الذهنية لاستقبال هذه المرحلة الجديدة والتعايش معها والإمام سلك في هذا منهجين المنهج الأول خلينا نعبر عنه بالمنهج العملي صار يضع على الناس وكيلا من وكلائه ارجعوا إلى فلان ويغيب عن الناس لمدة سبعة أشهر أو أقل الناس بعد تتعاود أنه تتعامل لإمام عبر واسطة وهو وجود عثمان أو محمد بن عثمان أو غيره وهكذا العمري هذه عملياً يريد يهيئ لهم لأن تتعامل مع الفقهاء لأنهم نواب الإمام الحج في غيبته ومر يجي يتحدث للناس بشكل صريح هكذا يقول إذا خرج قائمنا أهل البيت حكم بالناس بقضاء داود لا يطلب البينة أنت بعد تفهم من هذا أن الإمام موجود ترها لو لم يكن موجود فلا داعي للكلام عن دولته وعن شؤونها وكيف رايح يدير دكة القضاء وكيف رايح كذا مع أن بعض الفقهاء يضعفها الرواية لكن نقول في سياق الشاهد ممكن أن نستخدمها كشاهد المهم أو أنه يشير إلى بعض الظواهر الاجتماعية التي شاعت بين الناس ولا أصر لها من الدين كان يقول مثلا إذا خرج القائم أزال هذه الحواجز وينها الحواجز هذه إحنا ربينا على أن مساجدنا وجوامعنا المكان اللي يقف فيه خطيب الجمعة بين أو بين الجمهور حاجز اسمنتي أو خشبي الآن في زماننا ألمنيوم أو خشب ساج أو خير هالفكرة كانت موجودة عند أيام النبي صلى الله عليه وآله لا ما كان موجود هذا يصعد على المنبر ويخطب في الناس ليس بينه وبين الناس أي حاجز إجا معاوية وخوفا من أن يغتال وضع هذه الحواجز بينه وبين الجمهور بعد ذلك خلاص بعد مع البناء الإسلامي والهندسة الإسلامية صار هذا جزء أساسي من بناء المسجد ومن بناء المحارب وغيرها فعليه يجي الإمام يقول هذه الظاهرة ظاهرة ليست لها آصل من الدين وإنما هي بدعة افتدعها فلان فإذا خرج القائم أزالها والغرض طبعا وجود هذا الحاجز مشكلة يعني مسبب أزمة لا أبدا ماكو شيء لكن يريد يشير إلى الموضوع الأخطر من وجود هذا وهو موضوع ظهور الإمام ودولته وما الذي سيفعل وما الذي سيقوم به من إصلاحات هذا يدرك بأن الإمام الحج ترى موجود ولا داعي للشك فيه مر الإمام يلجأ إلى أسلوب آخر الناس تدفعه لذلك يأتي وفد من خراسان ويقول يا ابن رسول الله إن كان كون فإلى من إن كان كون فإلى من الإمام يلزم الصمت شوية وإذا بطفل يحبو على الأرض فيقول هذا صاحبكم بعدي لا تتخلفوا عن أمره فتهلكوا بعد ذول يتحولون إلى شنو شهود عيان يوم يوم ينتقل الإمام إلى الرفيق الأعلى الناس تقع في نعم في فوضى من الإمام كما هي الحالة عند انتقال أي إمام من الناس تسأل من يجي جعفر الكذاب يجي عبد الله الأفطح يجي فلان فلان يدعي الإمام وبعد ذلك ترسل الأمور على هذا الإمام المعين من قبل أبيه يقول له بعد أن تروحوا شهود عيان إذا رحتوا على خراسان والإمام انتقل إلى الرفيق لا عليكم بعد أنتم رأيتم الإمام وقد أشار إليه يعني الإمام الحجة ولادته كانت تحت طيل كتمان تحت طيل كتمان ما كان مكشوفا هذه حكيمة حكيمة اللي باشرت موضوع ولادة الإمام الحجة يقول أنا رجعت إلى بيتي خلصت أمور الولادة رجعت إلى بيتي قل بعد ثلاثة أيام جئت إلى دار أبي محمد فلم أسمع فلم أرى شيئا ولم أسمع بكاء معقول يعني مولود عدهم أني بنفسي لمباشرة الموضوع لا الأم تقوم ترضع ولد ولا هو يبكي ولا كذا كيف يعني يقول في ذهن يعني قاعدة أسأل نفسي هكذا وإذا بالإمام الحسن العسكري يقول يا عم إنه في سر الله ومكنونه هذا من طلع الكلمة هذا خواص الخواص هم الذين يروا ولذلك اليوم في مثل هذه الأيام أبو الأديان يسأل من الإمام يقول إلا أنا أطلع بعد أروح خارج سامرة أعود إليها متى؟ قال تعود إليها بعد خمسة عشر يوم ولكن إذا ما رجعت تسمع الواعية وترى الواعية في داري سيدي ومولاي أنا المكلف بالمكاتيب والرسائل فلمن أدفعها قال للذي يصلي على جنازتي اللي يصلي على جنازتك هذه علامة فارقة يعني لا ممكن أن يتقدم الوالي ابن خاقان ويصلي على جنازتك ممكن يجي جعفر الكذاب ويصليهم على جنازتك سيدي يعطيني علامة أخرى قال للذي يسألك عن المكاتيب سيدي هذه بعد مو علامة ليش؟ لأنها الكل يعرف أني أنا أخذ المكاتيب أودها للأنصار أجيب الرسائل غيرها فقابل واحد أي واحد يجي يسأل لي وين المكاتيب قال للذي يخبرك عما في الهميان الهميان هو ماذا؟ كيس اللي يحمل به الرسائل يقول له هذا الذي يخبرك عما فيه هذه الرسائل ممن شنهم أضمونها طبيعة الأسئلة الموجودة في هذه الرسائل إذا كانت هناك سرار من الأموال هذه الصورة كم فيها من درهم؟ كم فيها من دينار؟ ولا أظن أن السحر والمشعذين عدم قدرة على هذا من يخبرك بهذه التفاصيل حتما يكون له من البصيرة والحدس والنور ما يريه الله عز وجل فإنه ينظر بنور الله حتما لابد أن يكون عند اتصال خاص بالله عز وجل حتى يتمكن من إخبارك بهذا الذي تريد وبالفعل يقول أنا رحت بعد خمسة عشر يوم رجعت وإذا بي أرى جعفر الكذاب طبعا بالمناسبة أكو بعض المؤرخين يقول هو جعفر الكذاب ولكنه كإخوة يوسف بعد أن كان كذابا صار توابا إنه تاب فيما بعد رجع إن شاء الله رجع هذا ما نتمنى أما إذا سلمنا بالروايات اللي ينقلها الشيخ عباس القمي في أنه ادعى الإمام وأنه باع حرة من الهاشميين وأنه أوشى على ابن أخيه وهو إلى غيره فيبقى بعد أبناء إما ما معصومين العصمة هي للإمام المعصوم إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لكن إحنا إذا نريد نحمل نعم هذا القول بعد خصوصاً الذي يقوله بعض الفقهاء وبعض العلماء اللي ممكن لهم باع في هذا المجال فلو قال أنه تحول من كذوب إلى تواب هم بعض على عينه وعلى راسه هذا من ذريته أيضاً علماء ومجتهدين وفقهاء المهم يقول وجد هذا الرجل جالس في صدر المجلس الناس يبايعونه ويسلمون عليه بالإمامة قلت إن بلغ الأمر إلى هذا فعلى الإسلام السلام معقول هذا هو اللي يصير الإمام بعد أخيه شوية وإذا زاد الحزن أكثر وإذا به يقال له يا جعفر قم وصل على جنازة أخيك يقول زاد غمي وهمي كن بالفعل هذا الإمام يصير شوية وإذا بغلام سباعي أو ثماني يجره من ردائه ويقول تنح يا عم فأنا أولى بالصلاة على أبي يقول شوية هدأ خاطري خلاص من الصلاة جاءني غلام وقال لي أين الهميان وإن فيه كذا وكذا وكذا ولديك من صرار الأموال كذا وكذا وأعطاني تقرير متكامل عما في الهميان وأنا رسول صاحبك إليك اللي الطلبة وتنشده هو اللي باعثني إلك فاطمأنت نفسي يعني أبو الأديان ذيك اللحظة ما شاف الإمام شاف فقط صلي وغاب عن الأنظار أخواني ترى الإمام محفوظة والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الله عز وجل حصنه من كيد المعتدين وإلا الدولة كانت تبحث عنه مجرد أن انتهت جنازة الإمام اقتحمت دار الإمام الحسن العسكري خصوصا عندما وصل إليهم الخبر بأن الذي صلى عليه هو ابنه المهدي اقتحمت داره سياسة بقر البطون كانت حتى قبل موت الإمام كانت تأتي القابلات بدعوة أنهن قابلات من قبل أمن السلطة تأتي لتفتش بين جواريه لعل أحدهن تكون حامل فيبقر لها بطنها ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا إن يتم نوره يقول لها نعم يا أبا الأديان تمضي وتأتيها بعد خمسة عشر يوم وتسمع الواعي في داري أحد المؤمنين نظم هاي الأبيات في حال الإمام سلام الله عليه يقول لها مودع يا أبا الأديان سافر بالسلام والملتقى يا خير لأصحاب القيام من سفرتك ترجع تشوف الواد مصفوف والواعي ببيتي ويم المنزل عكوف والزلم تلطمها مهو تضرب بالجفوف قال لأ السبب شنهو يا عنوان الإمام قال لأ السبب شبدي يقطعوها بالسموم وابقى على فراش المرض والجسد مألوم والشبد منه مفطر والقلوب مضروم في أمان الله يا أبا الأديان يقول مضى ثم رجع إلى سامر وإذا بالواعي في دار الإمام والناس بين باك وباكي ودعوا سافر جد في رحل ومسيرة فايض بالأحزان القلب زايد الحيرة بس ما رجع شاف المذلة والكسير والكل نادير سلطان الإمام يقول دخلت إلى دار الإمام وإذا بجعفر جالس في صدر المجلس والناس يسلمون عليه فضاق صدري ما هي إلا لحظات وإذا بأحدهم ينادي يا جعفر قم للصلاة على أخيك تقدم للصلاة هم أن يكبر وإذا بغلام سباعي أو ثماني يقول له تنح يا عام فأنا أولى بالصلاة على أبي عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي أحسن الله لك العزى على فراق أبيك صليت على جنازة اختفيت عن الأنظار لكنك الحاضر الغائب وإن كانوا لا يرونك إلا أنك ترى جنازة أبيك وقد حملت على أكتاف الرجال سامراء كلها في عزاء في ضجة في بكاء في حزن على أبيك نعم واطمأن بالك عندما أودع في قبره وأهيل عليه التراب إي والله لكن أذكرك سيدي بجنازة أخرى أنت الذي وصفتها إلينا في زيارة الناحية وأنت تقول جدا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور لا طمات الصدور ناشرات الشعور بالعوي لمناديات وإلى مصرعك مبادرات فلما رأينا شمرا جاثيا على صدرك ذابحا لك بسيفه عز والله عليك يا سيدي هذه الكلمات وكأنك الحاضر أمام جنازة جدك الحسين سيدي ماذا يهيجك إذ صبرت لوقعة الطفل فضيعا أترى تجي فجيعة بأمض من تلك فجيعا حيث الحسين بكربلا خيل العدى طحنت ظلوعا قتلته آل أمية نظام إلى جنب الشريعة سيدتي أين عمتك الحورة قال عمتي الحورة على التل زينبها تنادي من بعيد أخي حسين نور عيني حسين إن كنت حيا فأدركنا إش عندك يا زينب قالت ودي أوصل مصرعك ونجد الوية لكن شبيدي لازمة ذيال يتامك لو يقدر السجاد ينهض شان جيناك خدك نوسدا وبالدمع نغسل الطبرات تدري الوحدة الضعض عزو ميال رجاجين وانا وحيد وعايل ومجبيل على ليلة خافض عنا من الصباح من كربلة يشيل والظل عار على الثرى وإحنا يا ضعيفات قلها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشرت مربية الضعين يا وتنظروني وانتي وخوات تشان ردت وتوصلوني مجبيل عليك الليل جيب الفاطمية بعد خليكو يا بيت الدعاء زينب بعد تتوجهه إل من في تلك الساعة توجه وجهها إلى المدينة أما فاطمة وينك عن حسينك يا يما يا يم حسن لي تعالي تعالي شوفي كربلة شوت بحالي اتكلها انا يمتش يا زينب مبعيدة انا ثلاثة ايام انا ساكنة البدا انا شفت حسين من حزاو